بمجزرة سوسة كان الشاب سيف الدين الرزق يعمل نادلا في هذا المقهى بقعفورة وأثناء عودته إلى مسقط رأسه خلال العطل الدراسية كان يتردد على هذا المسجد مسجد يقول بعضهم إنه تحت سيطرة السلفين متشددين دينيا ولكن هناك من ينفي ذلك هذا الولد لا يحظر لمجلس ولا يحظر للدروس يعني هو عنده انكماش وتحفظ على أفكاره الأفكار هذه لا يريد أن يبينها لمثل ما أنا عليه لماذا؟ لأن هؤلاء الناس اللي هم لمثلي يعني من ألفين وستة هما مدينين وعندهم من العلم ما يقدرون على على الأقل توجيهه أو رد شبهات ويحمون أنفسهم لم يظهر على سيف الدين رزقي حسب أصدقائه أي تشدد ديني في الفترة الأخيرة غير أن الفتى مرتكب أسوأ هجوم دموي ضد سياح أجانب في تونس كان يميل في أيامه الأخيرة إلى الإنزواء ويجمع هؤلاء أن تحول الشاب إلى الفكر المتطرف كان في محافظة القيروان حيث زاول تعليمه الجامعي قرية جعفور قرية صغيرة هادئة أفسد على سكانها هدوءهم ابن بلدتهم سيف الدين الرزقي الذي نفذ الهجوم المسلح في مدينة سوساء السحلية حسب كل الشهادات لم يكن بادياً على هذا الشاب أي تطرف ديني لكنه نجح في تنفيذ أعنى في هجوم إرهابية في تاريخ البلاد التونسية مبروك أخدير لقناة دي دابليو تي في لبرنامج شاببتوك ترجمة نانسي قنقر